حلقتنا النهاردة سنتعلم مع بعض ازاي تتبع اي ملف موجود على مبايلك على الواجهين والخطوات دي في التابعة Canon Pixima G3420 يعني اي ملف موجود على مبايلك او هاتفك سعرفك ازاي تتبع على الواجهين بخطوات بسيطة والخطوات اللي هشرحها في حالة النهاردة مطابقة لانظمة الاندرويد فقط يعني لو معك جهاز ايفون للأسف الخطوات دي مش هتنجح معاك فلو انت ما تعرفش ازاي تتعرف التابعة من الموبايل اصلا فانا سيبلك رابط تحت الفيديو في خانة الوصف او ممكن تلاقي في اول تعليق في الرابط ده سيفتح لك فيديو ستقدر تتبع هذه الخطوات دي عشان تقدر تعرف التابعة وتتبع من الموبايل وبعد كده ترجع تكمل معاك باقي الفيديو ده فاول حاجة نروح للموبايل وننزل برنامج بسيط كده ونتطبع خطوات واحدة واحدة مع بعض فيلا بنا اول حاجة هنروح لجوجل بلاي عادي جدا ونكتب في البحث كده ان البرنتر تكون متوصل بالروتر الواي فاي لازل تتأكد ايه ان البرنتر متوصل بالروتر الواي فاي بعد كده البرنامج ثبت معنا سنفتح عادي جدا ونجي فوق خالص عن الاختيار لم يتم التحديد نختار عادي جدا سيظهر لك البرنتر قدامك كانون جي تلاتين عشرين سيرس نختاره عادي جدا وبص الخطوة دي مهمة جدا لو انت اختارت استخدام عام فالبرنتر هتاخد الامر ومش هتتبعه سنختار حدد يدويا ونختار ثلاثة اختشار الموديل بتاعنا كانون ثم سننزل تحت شوية سيأتي لك الاختيار قدامك كانون جي عشرين عشرين سيرس كانون جي عشرين عشرين سيرس سنختاره عادي جدا او دلوقتي قال لك تم التزبيد الطبيعة بنجاح سنختار موافق طبعا كل شوية سيظهر لك اعلانات لان البرنامج ده مش مجاني حبيته الاعلان دي لا تظهر لك خالص سنقفل البرنامج ده مش مجاني سنقفل البرنامج عادي جدا ولازم يكون لديك علم ان ما بين كل طبعا وطباعة ممكن يظهر لك اعلان سنختار السماح تمام انا دلوقتي اطبع ملف عندي بديف فيها مثلا عشر اوراق سنختار وصائق او على سبيل المثال الملف المكتوب عليه اركم انا امرقم الصبحات واحد اثنين تلاتة معاك لحد انا اعمل لحد عشرة عشان بس اوضحلك اطبع على الوجهين ستطبع بدون ان نضبط موضوع الطبع الوجهين سنختار السماح وننزل عند الاختيار اسمه الطبع الوجهين ثم نختار عمل يدويا ثم نحددها المرة الجوانب الامامية تمام نختار الجوانب الامامية ثم نختار موافق ثم دلوقتي سنختار طبع تم ارسلات مهمة الطبع او زي ما نرى دي الورقة الاولى هتطبع الورقة على الارقم الفررية اللي هي واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة اهي او الورقة تلاتة بالطبع دي كده تمام دي تسعة من ستة عشان بس تبقى واضح تسعة سبعة يعني ارقام فررية ستتلعلك بالطبع دي كده هتعمل هتمسك تفتحه عادي جدا وتمسك الورق زي ما هو كده زي ما هو كده الرقم واحد الورقة الاولى تبقى تحت اهي وتاليها التالتة والخمسة والسبعة واخر التسعة هنقلبها زي ما هي كده بالضبط زي ما هي كده بالضبط اهي ثم نضعهم في التريدة كده اللي هو درج الورق اهي نقفل التريدة كده ونروح نطبع الجوانب الخلفية يلا بنا هتلاقي هنا نفس البرنامج بزا ضبط هنختار الترسي بردك نفس الكلام ونختار التباعة على الوجين وبدل ما هي الجوانب الامامية هنخليها الجوانب الخلفية بالطريقة ثم نختار موافق ثم نختار تباعة رقم واحد رقم واحد رقم اثنين وراهي ا interpretations رقم واحد رقم واحد رقم وهنختار رقم وكرري رقم واحد رقم واحد رقم واحد رقم واحد رقم واحد مع定 المذكرات مثلا هذه الورقة الأولى ووراها الورقة الثالثة وورقة الرابعة بالطريقة كما نرى الموضوع سهل الآن هناك طريقة تانية تستطيع من خلالها أن تطبعها على وجهين يدويا هذه الطريقة تعالوا مع بعض أول شيء سوف تختار نفس الملف الذي تريد أن تطبعه الذي تطبعه مثلا لا يوجد ورقة مشكلة على سبيل المثال سوف أختار نفس الملف ثم نختار هذا الترس ثم نختار الصفحات ثم نختار اختيار سيظهر لك هنا أكثر من اختيار لديك كل الفردية الزوجية أول شيء سوف تحدد على الفردية ونختار موافق ستلاحظ أن الملف تحول أن يطلع أرقام فردية سوف نختار طبعه أو كما نرى الرقم فردي رقم واحد تمسك الملف وتقلبه على الوش الثاني كما تعلمنا كده ثم تفتح الطريقة وتضع الواحد مقلوبة أو كلام مقلوبة والظهر القابل عليك بالطريقة مثل الطريقة الأولى بالضبط ثم ترجع البرديمج الثاني وتختار الترسة وتختار الصفحات ونحددها على الزوجية ثم نختار طبعه نختار الطريقة نkkeع الورقة الأولى Tribut ثم يق paralit ثم الورقة الثالثة ورואها الورقة الأار ثم الورقة الخامسة ورuche الورقة الستة السبعة ثم الورقة الثمنة كنت竟� trabajo الورقة التسعة والأخيرة و vacicle الكظهنت تستطيع التطبيع هذه الخطوات بالضبط على أي ملف موجود عندك أنا أوريه لك كروك بحيث أنه تسهل لك فهم الخطوات والطريقة الموضوع سهل وبكذا انتهينا من موضوع وحلقة النهاردة أتمنى أن نلعجبكم أتمنى أن الموضوع يكون نلعجبكم منتظر أي صفصار لكم بخصوص طبعات كانون كان معاكم أحمد الساب من قناة كانون بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته